يقول فضيلة الشيخ وفتكم الله ورد في الحديث أن الأخلاق مقسمة كالأرزاق فهل معنى هذا أن الإنسان لا يستطيع أن يغير ما هو عليه من أخلاق نعم الأخلاق الجبلية هذه من الله ولا يستطيع الإنسان أنه يجعلها في نفسه وأما الأخلاق التخلقية الأخلاق على تسمير خلق جبله الله عليه وخلق يعود نفسه عليه يتربى عليه التخلق يسمى نعم ننسى الله تعالى أعلم